أهلا بكم من التفاصيل بداية أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي التابعة للقطاع العملية لعين جزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة صباح اليوم محاولة إدخال كمية هائلة من مختلف أنواع الأسلحة الحربية والذخيرة والمتفجرات العملية تمت إثر دورية استطلاعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بتيريرين وأصفرات عن اكتشاف مخبأ يحتوي على ست مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وثلاثة بنادق رشاشة من نوع أف أم بيكا وقذيفين ساروخيين من نوع أخ بي جي سبعة وأس بي جي تسعة وهونين عيار ستون مليمتر وستة رشاشات من عيار أربعة عشر فاصل خمسة وإتنة عشر فاصل سبعة مليمتر ولغمين مضدين لجماعات وستون قنبلة هجومية ودفاعية وكذا مائتين وخمس وعشون كيلو جرام من المواد المتفجرة وخمس وأربعون قذيفة من مختلف العيارات وكذا ألف وسبعمائة وواحد وستون تلقى لمختلف الأسلحة كما تشاهدون وتأتي هذه العملية لتؤكد جهود الجيش الوطني الشعبي لمكافحة الإرهاب